اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية على استمرارية التعاون التاريخي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة والحرص على تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات جاء ذلك خلال حضور معالي احتفالية يوم الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للتصديق على ميثاق الأمم المتحدة وأوضح معاليه أنه من خلال العمل مع فريق الأمم المتحدة في البحرين ودعما للرؤية الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة وإطار الأولويات الحكومية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة فقد تم تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها إطلاق جائزة الملك حمل لتمكين الشباب وهي جائزة عالمية تكافئ الشركات والمؤسسات الاجتماعية مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة والشباب إطلاق جائزة الأمير سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة وتعزيز أهداف الأمم المتحدة في تعزيز دور المرأة في التنمية وعقد المؤتمر الدولي للشباب حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العام الماضي تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع التركيز على زيادة الوعي بخصوص أهداف التنمية المستدامة بين الشباب وتعزيز دورهم في تحقيقها لم يكن الاستقرار والأمن والأمان في أي دولة ما إلا وهي مصانة باستراتيجيات محكمة وعلاقات دولية عريقة وهذا ما تنتهجه مملكة البحرين في علاقاتها الوثيقة مع الأمم المتحدة إيمانا منها بالمبادئ الراسخة التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة والتي تحث على نشر السلام وتحقيق التعاون الدولي في مختلف المجالات لحماية الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الرفاهية لشعوب العالم هذا يوم مهم يوم الأمم المتحدة بالنسبة لنا في مملكة البحرين هذا البلد العزيز بقيادة صاحب الجلال الملك حفظه الله ودعم صاحب السمو رئيس والزراء وصاحب السمو ملك ولي العهد هذا اليوم نحتفل فيه بهذه المنظمة بمره 72 سنة على توقيع للشارتر للأمم المتحدة الدور التي تقوم بها في الأمم المتحدة في العالم دور كبير في بعض الأحيان غير محسوس فنتمنى للأمم المتحدة كل نجاح والبحرين كما قلت في كلمتي ستقوم بواجبها هذا البلد الصغير المتحد الذي يمثل جزء من الأمم المتحدة في تكوينه وفي سياسته نتطلع أن نواصل القيام بعملنا في هذه المنظمة التأكيد على استمرارية التعاون التاريخي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة والحرص على تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات جاء خلال احتفالية يوم الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للتصديق على ميثاق المنظمة الدولية نحن نتشرف بزيارة معالي وزير الخارجية في احتفالية يوم الأمم المتحدة التي تذكرنا بثلاث عناصر الأمن والسلام التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتواصل مع الآخرين هذه المبادئ قامت عليها الأمم المتحدة ونحن نحتفل بأهمية هذه المبادئ الآن في العصر الذي نعيش فيه من أجل تحقيق الرفاهية للمواطنين جميعا فهو شرف لنا أن وزير الخارجية معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة يتشرف بحضور هذه المناسبة التي فيها أكثر من 16 منظمة أممية موجودة لتخدم البحرين في تحقيق أهدافها التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إن العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة تشكل إحدى مرتكزات السياسة الخارجية لمملكة البحرين وإن الاحتفال بيوم الأمم المتحدة مناسبة لتجديد العزم والعمل على مواصلة الشراكة الوثيقة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة ووكالاتها للمضي قدما نحو المراحل القادمة للتنمية في مملكة البحرين إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين